بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم أعزائي في درس جديد في مكون الاستجابة درسنا لهذا اليوم تحت عنوان الصلاة أحكامها ومقاصدها أحكام السهو قضاء الفوائت وأحكام المسبوق تابعوا معي الدرس يتوقع في نهاية الحصة أن نصل إلى الأهداف التالية تعرف كيفية جبر السهو في الصلاة تبين كيفية قضاء الصلاوات الفائتة وتعرف كيفية إتمام المسبوق لصلاةه تعالوا معي نقرأ وضعية الانطلاق بعد أدائك لصلاة العصر خرجت من منزلك فجلست رفقة أصدقائك في حديقة الحي تتحدثون قال الأول أنا نسيت التشاهد في صلاة العصر فلم أدري ما أفعل وقال الثاني وأنا صليت العصر ثم تذكرت أنني لم أصل الضهر أما الثالث فقال وجدت الإمام ساجدا في الركعة الأولى فهل أدركتها معه أم لا وطلب منك أن تبدي رأيك في الموضوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليترح الشك واليبني على ما سيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم وعن أبي هرانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري بعد أن استمعنا لوضعية الانطلاق نمر لتعرف التعليمة تقول التعليمة انطلاقا من الأسنات حاول أن توضح لأصدقائك رأيك وذلك من خلال تعرف مفهوم سجود السهو وأحكامه وأنواعه تعرف مفهوم قضاء الفوائت وأحكامها وتعرف مفهوم المسبوق وأحكامه بعد سماعك لأصدقائك تحدثت إليهم قائلا أتعرفون مفهوم سجود السهو وحكمه وأنواعه؟ أجابك أحدهم لا يا صديقي أفدنا سجود السهو يا أحبائي هو الغفلة والنسيان لغة أما شرعا فهو نسيان المصلي لأمر يتعلق بالصلاة وسجود السهو هو سجدتان يسجدهم المصلي إذا نسي سنة من سنن الصلاة المؤكدة أو زاد فيها فيما يخص حكمه فهو سنة مؤكدة في حق من زاد في صلاته أو نقص منها سواء للإمام أو المأموم أو الفذ والمقصود بالفذ هو الشخص الذي يصلي منفردا أي لا يصلي جماعة والسجود السهوي نوعان النوع الأول هو السجود القبلي وطبعا هو عبارة عن سجدتان يسجدهم المصلي وهو جالس بعد التشهد الأخير وقبل السلام لذلك سمي بالسجود القبلي لأنه يؤدى قبل السلام حكمه هو سنة مؤكدة وطبعا الأسباب أو الدواعي للسجود القبلي هي كالتالي أشك في عدد ركعات الصلاة ثم نسيان سنة من سنن الصلاة المؤكدة كقراءة الصورة بعد الفاتحة مثلا اجتماع زيادة أو نقصان في الصلاة أما النوع الثاني من سجود السهو هو السجود البعدي وهو عبارة عن سجدتان يسجدهم المصلي وهو جالس بعد السلام ويسلم بعدهما رأينا أن السجود القبلي يكون قبل السلام في حين أن السجود البعدي يأتي بعد السلام حكمه هو أيضا سنة مؤكدة أما دواعي السجود البعدي فهي الزيادة في الصلاة سواء كانت من جنسها كزيادة ركعة أو من غير جنسها كالكلام الأجنبي أي الكلام خارج الصلاة بعد أن حددت أصدقائك عن سجود السهو أخبرتهم قائلا بعدما تطرقنا لسجود السهو سأحدثكم عن مفهوم قضاء الفوائت وحكمه وصفته فقال لك أحدهم قد فتنا كثيرا يا صديقي كلنا آدان صاغية قضاء الفوائت يا أحبائي تعني أداء الصلاة بعد خروج وقتها وحكمه أن المصلي إذا أخرج الصلاة عن وقتها عن غير قصد فيجب عليه قضاءها بكافة أفعالها حينما نقول عن غير قصد بمعنى أنه لم يفعل ذلك متعمدا أي أن هناك عملا أو أمرا منعه عن أداء الصلاة في وقتها وصفة قضاء الفوائت أن المصلي كما سبق أن ذكرت يقضي صلاته بكيفيتها وبكافة أفعالها إن كانت سرية فستؤدى سرية وإن كانت جهرية فالأمر كذلك وعلى ترتيبها أيضا إن كانت متعددة أي أن المصلي مثلا إن فاته أداء صلاوات متعددة فيجب أن يؤديها بترتيبها مثلا الصبح قبل الظهر الظهر قبل العصر وهكذا دوالك بعد أن أنهيت كلامك عن قضاء الفوائت قال لك صديقك لقد استفدنا كثيرا يا صديقي شكرا لك فأجبته قائلا لا شكر على واجب سأتضرق الآن للحديث عن مفهوم المسبوق وأحكامه المسبوق يا أحبائي هو المصل الذي فاتته ركعة فأكثر من صلاة من الصلاة المكتوبة في الجماعة الآن نمر للحديث عن كيفية أداء المسبوق لصلاته من أدرك الجماعة وهم ركوع فقد أدرك الركعة ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة لذلك يجب على المصلي أن يدخل في الصلاة في أي حال كان عليه الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا ويعد الركعة التي أدرك ركوعها ثم يقضي ما فاته من الصلاة بعد أن يسلم الإمام بمعنى أن الإنسان أو المصلي إذا دخل المسجد ووجدهم ركعين أو وجد المصلين ركعين فهذا يعني أنها لم تفته تلك الركعة وسينهي مع المصلين بشكل عادي ثم بعد ذلك أو بعد أن يسلم الإمام يعود لأداء الركعات التي فاتت إذن هكذا يستطيع المسبوق أن يؤدي صلاةه طبعا دون حرج ودون مشقة بعد أن انتهينا أحبائي من تعرف سجود السهو وقضاء الفوائت وأحكام المسبوق دعونا الآن نختبر ما تعلمناه أقرأ وأصل بسهم لتحديد سجود السهو المناسب لدينا وضعيات مختلفة إذن الوضعية الأولى تقول صليت الضغر خمس ركعات الوضعية الثانية نسيت قول سمع الله لمن حمده تكلمت أو تكلمت مع زميلي سهوا صليت المغرب ركعتين وسلمت إذن هذه الوضعيات المختلفة يجب أن نتعرف على نوع السجود الذي يمكننا أن نجبر به صلاتنا بعد الخطأ الذي ارتكبناه أو الأخطاء التي المذكورة في الوضعيات هنا إذن أترككم أحبائي خمس دقائق للتفكير في نوع السجود ثم نعود للتصحيح جماعة آمل أن تكونوا قد تعرفتم على الجواب إذن الجواب للوضعيات هو كالتالي إذن لدينا السجود القبلي والسجود البعدي إذن نتعرف على نوع السجود في الوضعي الأولى صليت الظهر خمس ركعات إذن كما تعلمون الظهر أربع ركعات هنا أضفنا ركعة وقلنا أن السجود السجود البعدي يكون أثناء زيادة فعلا من أفعال الصلاة أو كلام خارج الصلاة إذن الوضعية يجب أن نقوم بالسجود البعدي طبعا حينما نسلم بعد التسليم نسيت قول سمع الله لمن حمده إذن هنا نسيت سنة من السنن المؤكدة وسبق أن قلنا بأن السجود القبلي يكون عندما ينسى المصلي ركعة من الركعات أو ينقص ركعة من الركعات أو إذا كان هناك شك أو إذا نسي سنة من السنن المؤكدة إذن هنا يجب القيام بالسجود القبلي الوضعية التالية تقول تكلمت أو تكلمت مع زميلي سهوا هنا كلام أو زيادة كلام خارج عن أفعال الصلاة أو عن الصلاة يجب القيام بالسجود البعدي صليت المغرب ركعتين وسلمت المغرب ثلاث ركعات هنا أنقص ركعة فيجب أن أقوم بالسجود القبلي أحبائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس خاصة ونحن في شهر رمضان شهر العبادة وشهر الغفران وشهر الصلوات إلى غير ذلك إذن في انتظار أن ألقاكم في درس جديد أترككم في رعاية الله وحفظه ولا تنسوا إنجاز التمارين ولا تنسوا موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله في المجموعة شكراً وإلى اللقاء أذكركم أحبائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بالمزيد إلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء